طيب علشان تصدقوا انه الامور مليئة بالسيناريوهات المختلفة عايزة انقل حضراتكو للنبضة الكهرومغناطيسية لانه الحقيقة بدأوا يرمولنا حاجات وكأننا بنشوف ميشن امبوسبل الفيلم الشهير باجزاقه الكتير اللي بيعاملنا كأننا من كوكب اخر عايزاكوا تبصوا معايا على لانه ده تقرير وتقرير يعني متخصص فلازم نسمعه وما نفتيش فيه كتير هو في حاجة اسمها النبضة الكهرومغناطيسية وليه يعني ما رحوش للإحداثيات في كل حوادث الطيران اللي فاتت زي ما بيتعاملوا مع طيارة مصر للطيران دلوقتي تعالوا نبصوا بس وعدوني عايزاكوا تركزوا على المشهد الأخير من هذا التقرير ترجمة نانسي قرير ها قلق بها لوكي أن أتى مرحلة مثلا ما يمكنها أن يمكنها في demanding مرحلة هذا التقرير كان هذا المسيح أماكن يضح المسيح الذي يشبه عشوية فيون سوالي تقرير تقرير لا تقرير في حاجة الشيخ لكنه إذاكد أن يكون على المسيح رس ومشح، رس وأنا من تعادل في ب eating سيطور ترجمة نانسي قنقر 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 3 2 1 حيث ايضا محيش ايضا 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 اصبح محيش اصبح محيش اصبح محيش ايضا ايضا اصبح محيش ايضا اصبح محيش ايضا ستكينة ايضا امرا مؤمم ايضا ايضا از ايضا امرا انا لكن في 300 ميالات كل المنطقة من أمريكا ستعود إلى مستقبل طيب هو ده التكنولوجي اللي في إيد ناس بعينهم لكن الأهم أنه هل السيناريوهات الكتير اللي ترمت منهم لينا ليها دلالة هل هي جزء من الفرضيات اللي لازم لا نغض الطرف عنها أشياء كتيرة بس هنترحها قدام المتخصصين والمحللين لأن دي مش هتكون شغلاتنا